حكيت يبقى الشكل عيبوز بالزعب طالما أنا بس أعمل إيه؟ من لازم في بعض الأحيان في ناس بجدم مش بيكون عندها الخبرة الكافية إن هي تقدر تعرف إذا هي صحة أو غلط فبتبقى محتاجة إن هي نصيحة مشهورة حد يتكلم مع حد يهديها نيجي في النقطة دي نيجي في النقطة دي مهمة جدا إيه النصيحة والمشهورة؟ يعني إيه النصيحة والمشهورة؟ يعني أقولك تعملي إيه؟ ده إحنا اللي شغلتنا كده إحنا كلايف كوتشز أو كارير كوتشز إحنا يلي شغلتنا كده يلي درسين كده ويلي درسين سايكولوجي درسين ومزاكرينه يعني ما بنقدرش نقول لحد يخلود يعمل إيه وما يعملش إيه إحنا كل اللي نقدر نقوله أنت شخصيتك كده سلوكك كده شخصية شريكك كده سلوكك كده حاولوا تفهموا بعض حاولوا تقربوا من بعض نساعدهم من يبقى فيه حوار ما بينهم وهم اللي يحطوا الحلول وهم اللي يشتغلوا على الحلول دي احنا كل شغلتنا ان احنا نوريهم الحلول ونبوش ده من هما ونزقوه من هما يعملوها وندعامهم لان دي لو حاجة مش جاي من جون لا ده عايزة كمان اللي يدي نصيحة يبقى بني أدم عنده حكمة عنده اتزان عنده وعي ما ينفعش اي حد يقول لان لما اي حد عارف فاكرة الفيلم خلي بالك من جيرانك انا الفيلم ده روشتة بكتبها لكل حد يخشيني خلي بالك من جيرانك ده فيلم تعمل سنة 79 اللي حصل فيه اللي هو بتاع عدل امامه اللي بليبة ومديحة يسري وفؤاد المهانسة اللي حصل في الفيلم ده نسخة من اللي بيحصل النهاردة اللي هي انا بحكي مشاكلي مع جوزي للجيران بحكيها لماما بحكيه لجاري بحكي الردود والحلول اللي بتيجي متفصلة على اللي بيقوله متفصلة على الشخص اللي بيدي الحل من وجهة نظره من شخصيته من رؤيته من ظروف هو اتعرض بيها لكن مش ده الحل بتاعي حتى لما انا زي ما قلتلك في الاول حتى لما انا بحكيه ما بحكيش بواقعية المشكلة انا بحكيها بمشاعري من فعلاتي لما انا بتخنق مع جوزي لكن مش هي ده الحقيقة ما ممكن اكون انا منفعلة ممكن يكون عوض في غلبة عليا ممكن يكون انا متعقدة من المشكلة دي بطريقة معينة فرق الرد فعلي عليها عنيف برضو